قال المنصق الأممي للسلام في شرق الأوسط وينسلند إن الأمم المتحدة على تصال مباشر مع كل الأطراف المعنية لتهدئة وضمني وصول المساعدات الإنسانية والطبية لمدينة جنان بالضفة الغربية المحتلة وأضاف وينسلند أن تصعيد الحالي في الضفة الغربية خطير للغاية ويأتي بعد شهور من التوتر المتصاعد لتصعي الأمم المتحدة في الضفة الغربية في الزفة الغربية